شهدين الثامنة صباحاً ومع موجز لأهم الأنباء مع فاطيمة خليل فضل يا فاطيمة شكراً جمانا الثامنة صباحاً بتوقيت القهر الخامسة بتوقيت جرينيش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم تواصل وزارة الخارجية متابعة أحوال مصريين الموجودين في الشرق الليبي في المناطق المتضررة من الإعصار دانيال وذلك من خلال الاتصالات والتحركات التي تجريها القنصلية العامة في بنغازي وأوضحت وزارة الخارجية أن القنصلية المصرية تتحرك من خلال عدد من القنوات للتواصل والاتمئنان على المصريين في المناطق المنكوبة سواء من خلال التواصل مع المستشفيات في مدن ومناطق بنغازي والبضاء وطبرق وأم الرزم ومرتوبة وشيحة وكذلك التواصل مع مراكز الإيواء القريبة من المناطق المنكوبة كما تعمل القنصلية المصرية على تنسيق مع سلطات الليبية المعنية وفرق الدعم المصرية لتقديم المساعدة للنجينة في تلك المراكز هذا وتحركت الكنصلية للاتمئنان على المصابين الذين وصلوا المستشفيات بمدينة بنغازي كما تنسق في بنغازي حاليا مع فرق الإسعاف المصرية لإنقاذ النجين المصريين والعمل على إعادتهم إلى البلاد وإصدار وثائق صفر فورية لمن تقدموا من النجينة لتسهيل عودتهم إلى البلاد هذا وتهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين لابتعاد عن المناطق المنكوبة نظرا لاحتمالات تفشي الأوبئة يتوجه وزير الخارجية سامح شكر اليوم إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجماعات العامة للأمم المتحدة التي ستبدأ فعليتها في الثامن عشر من سبتمبر الجاري هذا وأوضحت وزارة الخارجية أن جدول أعمال وزير الخارجية سوف يتضمن المشاركة في عدد من القمم والفعليات رفيع المستوى ذات الأهمية الخاصة هذو يلقي كلمة مصر أمام الجماعات العامة للأمم المتحدة يوم الثالث والعشرين من سبتمبر ويشارك في قمة أهداف التنمية المستدامة وقمة الطموح المناخية كما يترأس وزير الخارجية الاجتماع الوزرية حول الخسائر والأضرار وكذلك المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب التي تترأسه مصر مع الاتحاد الأوروبية أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي نظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي الخاميس المقبل في البيت الأبيض وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سولفين أنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن مساعدات إضافية لأوكرانيا هذا الأسبوع وذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي أنه من المتوقع أيضا أن يجتمع زيلنسكي مع زعماء بالكونغرس من الحزبين الجمهوري والديوميقراطي في واشنطن أعلنت بولندا وسولفكيا والمجر فرض قيود على وردات الحبوب الأوكرانية بعد أن قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد حضرها على الوردات إلى دول الخمسة المجورة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي وقال المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي إن الدولة يجب أن تمتنع عن اتخاذ إجراءات أحدية ضد وردات الحبوب الأوكرانية إلا أن بولندا وسولفكيا والمجر ردت على الفور بإعادة فرض قيودها على وردات الحبوب الأوكرانية لكنها أعلنت استمرار السماح بعبور المنتجات الأوكرانية وصل الزعيم الكوري الشمالي كام جونج آن إلى مدينة بلادي فوستوك في أقصى الشرق الروسي حيث كان في استقباله وزير الدفاع الروسي سيرجي تشويغو حسب ما أعلنت عنه وكالة الأنباء الرسمية الروسية تاس وكان كام جونج آن في إطار زيارته الحالية لروسيا قد تفقد مصنع الطائرات المقاتلة الروسية الخاضة لقوبة غربية حيث أبدأ إعجابه بالتطور السريع الذي تشهده تكنولوجيا طيران روسية متجاوزة التهديدات الخارجية المحتملة أفدت وسائل أعلام روسية أن الحكومة الروسية تدرس فرض حظر كامل على تصدير منتجات النفط لمدة زمنية محددة لتحقيق الاستقرار في أسعار الوقود محليا هذا وأوضحت وسائل الأعلام أن من بين الخيارات الأخرى الخضع للدراسة زيادة رسوم تصدير منتجات النفط إلى 250 دولار للطن مشيرة إلى أن هذه السوم سيجرى إعادة دفعها إلى الشركات التي تمتثل للحصص التي تحددها وزارة الطاقة بشأن توريد منتجات النفط إلى السوق المحلية انطلقت قمة مجموعة 77 زائد الصين في العاصمة الكوبية هافانا والتي تستمر لمدة يومين تحت شعار تحديات التنمية الحالية دور العلم والتكنولوجيا والابتكار بحضور رؤساء دول وحكومات مجموعة 77 زائد الصين ويشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش في أعمال القمة التي ستركز على مناقشة مجموعة من المواضيع والقضايا المتعلقة بالتنمية والتحديات التي تواجه الدول النامية في تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي كما يبحثون مشكلات تتعلق بتداعيات وباء كورونا وارتفاع أسعار الغذاء والتاقة وتقلبات الأسواق وتضخم وأعباء الديون وتغير المناخ والتوترات والصرعات الجيوسياسية التي تنشأ في مناطق متعددة من العالم خسر الفريق الأول لقرة القدم بالنادي الأهلي لقب السوبر الأفريقي بعد الهزيمة أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب نديرة الملك فهد الرياضية بالطائف سجل هدف اتحاد العاصمة والمباراة الوحيد اللاعب زين الدين بلعيد في الدقيقة الثالثة والأربعين من ركلة جزاء ليتوج فريقه بالسوبر الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه تعد هذه الخسارة الثالثة للأهلي في السوبر الأفريقي بعد خسارة اللقب عامي 1994 و2015 نهاية مجزء الثامنة من التلفزيون المصري عود الاستكمال باقي ثقرات برنامج سباح الخير يموصل لكن بعد قليلة